يعني لعبين كتير جدا تعلقوا في المباراة دي وفي ليلة السوبر اللي النادي الأهلي أبرس فيها الفوارق الفنية ولكن في حد كان بطل آه طبعا هتقول أكرم توفيق هتقول محمد عبد المنعم هتقول حمدي فتحي هتقول سبيو متولي متولي لعبة كتير تعلقت ولكن في واحد في واحد هو بالنسبة لنا أكيد إن شاء الله هو رهان الموسم وهو ميستر كولر ميستر كولر هو في رأي نجم المباراة الأول لأنه هو ذاكر للمباراة قدر يحافظ على أمور كتير جدا فنية الراجل زي ما اتكلمنا معاكم في أول مجاة بيشتغل على المستوى الجماعي بيشتغل على المستوى الفردي وهو عنده فكرة الأفضلية والاتزان النفسي وده شيء مهم جدا فكرة الاتزان النفسي في التصريحات هو راجل بيشتغل أكتر ما بيتكلم ما بيتكلمش كتير ولكن بيشتغل أكتر ما بيتكلم عايزين ميستر كولر لما نتكلم عليه قسامة نشوف نموذج لبصماته يعني بمعنى إيه؟ أنت عشان تبدأ تقول المدير الفني لبصمة بجد هي قصة مش نتائج القصة إنك تاخد مجموعة من العوامل اللي بتقول بيها إن المدير الفني ده لبصمة طيب جزء يتعلق بحاجة زي المدفعين عندنا متولي متولي كان ترتيبه كام متولي كان قابله ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم أيمن أشرف رامي ربيعة وكمان مجموعة المدفعين دول كلهم كانوا بيشاركوا وبياخدوا فرص مقارنة بمتولي إذن هو ترتيبه كان متأخر في المدفعين لما يجي ألاقي متولي بقى رقم واحد أو اتنين في المدفعين ده ليه دلالة إن دي رؤية مدير فني لما يجي ألاقي تغييرات ميستر كولر بتنعكس علينا في الملعب بشكل واضح وينزل الناس تبدأ يبقى لقى تأثير وكريم فؤاد تغييره بتعكس يعني إيه ميستر كولر قاري المشهد يبقى الراجل ده عنده بصمة واضحة ومباشرة لما نيجي نلاقي الحالة البدنية أسامة اللي كنا بنتكلم فيها كتير جدا ومدى تأثيرها على اللعبين عجبني كولر في حاجة ما خدتش حقها بعد مباراة أصوام اتساءل في المؤتمر الصحفي عن فكرة كولر كان مش راضي عن المباراة وكلنا شفنا تصرحاته اللي هو مش راضي فيها عن المباراة فأحد الناس اللي حضر المؤتمر الصحفي بيقوله تعتقد الكصة ليه علاقة بالبدني رد رد واضح وصريح أنا في أول الموسم أنا في أول الموسم بتكلمني في بدن ازاي وده المدرب اللي مش عايز يشوف نقطة سلباكت موجودة في النادي الأهلي ويجي يقول ايه أخليها معايا أصلا أنا واخد فريق مرهق واخد فريق عنده تلاحهم مباريات لا كولر اتكلم في ده بس كمان كولر بعد المباراة كان ليه حاجة نقطة دي اتكلم عن العقلية وده كان مهم جدا لما قال أنا لأ في حاجة لازم أخاطب فيها لعبتي وده هيكون في الغرف المغلقة عن عقلية اللاعب إن هو المفترض يطلع أفضل من ده حتى بعد المباراة هو بيحقق البطولة بيتكلم إن أنا لسه ما وصلتش للمستوى الأفضل حتى تكملة لكلام فارس وبعض اللاعبين اللي بدأ يعتمد عليهم شفنا الصفقات الجديدة دا جات داست في أرض الملعب على طول شاري حسين وتغييرات بتحصل فشالي حسين ينزل يسجل هدف في مارش الإسماعيلي كريم فؤاد ينزل يسجل هدف في مباراة الزمالك تغيير مركز كريم فؤاد اللي هو خلاص هو بقى مقتنع إن الباكرايت بتاع الفريق أكرم توفيق دا باكرايت مصر فبالتالي كريم فؤاد إيه الإمكانيات اللي عنده تؤهله إن أنا أستغله بشكل كويس جدا ويخدم الفريق خلاص كريم فؤاد يلعب وين دي رايت وشفناه بيتقلق سواء المباراة دي أو المباراة اللي أبلها كريم فؤاد اللي كان فين بقى اللي كان بره اللي سكويد عشان كده بنقول إيه إن الراجل دا بيبص كويس على التدريب بيشوف اللعبين اللعب اللي يكتهد هيلعب اللعب اللي هينفذ الأفكار هيلعب اللعب اللي يكون عنده عقلية يعني تتوازى مع عقلية النادل أهلي وعقلية النادل الفن اللي قال أنا جعان بطولات أنا كده كده عايز أكل بطولات فبالتالي ده اللعب اللي هيلاقي نفسه موجود في التشكيل فأنت ممكن جدا تكون برى الثمانتاشر وفي المباراة اللي بعدها من خلال تدريباتك تكون موجود داخل أرض الملعب فدي بقى أنت اللي تحدد أنت هتشارك ولا لما تعرف أنت هتنفذ ولا هتكتهت في التدريب ولا مش هتكشر مش هتضرب بوز مش هتزعل مش هتروح التدريب وأنت أعمال متدايق لا ركز في الملعب هتاخد وقتك خاصة أن الموسم ما زال طويل جدا بص هو الأهم كمان فكرة الاتزان النفسي وأنا بأمن المدرب المتزن نفسيا وربط حكتين ببعض الراجل بعد مباراة أسوان لما بيتقال أن هل لعبتك ممكن تكون بتفكر في مباراة الزمالك فده أثر عليها كان مستائج جملة جدا ومش فاهم ليه اللعيبة في مباراة الدوري تفكر في مباراة الزمالك وده ليس تقليلا من الزمالك لأن الراجل ده مش مدرسة التقليل من حد خالص ولكن هو شاف أن ده شيء مش احترافي ومش مفترض يكون موجود بعد المباراة أسامة بتاعتنادي الزمالك في حوار حاصل معاه فبيتقال له طيب بالنسبة لك بعد تحقيق بطولة السوبر ده إيه الخطوة الجاية هم اللي بيسأله اعتقد بقى أنه حيقول له الخطوة الجاية تحقيق بطولات كذا الراجل ده ما بيتكلمش في أهداف بعيدة المدى الراجل ده بيبص لللي جاي قال اللي جاي مباراة الدخلية طبعا الناس خدت الموضوع بضحك جدا يعني لأنه بيسأله أكيد عن أهدافه ولكن الراجل كان قصد يوصر رسالة النهاردة يا فارس جايين من المطار من المطار أنا ملعب التتش أنا بأحمد ربنا أني مش لعيب معك عشان أكون صحيح أب جد والله أنت جاي من المطار يعني اديهم على الأهل اليوم ده أجازة أو راحة لا جاي على الملعب وعجبني جدا الممر الشرفي بقى اللي اتعامل كمان لأهلي في أهلي مع بعضه اللعيبة اللي ما كانتش مسافرة وطبعا يعني أمال غرف خلق الملابس وكل باقي الطاقم الخاص بالنادي الأهلي وفريق الكرة ودي طبعا يعني البص راجع من المطار راجعين على النادي الأهلي وملعب التتش في الجزيرة وفرع الرئيسي في النادي الأهلي وبتحصل لقطات وتعالنا تتمرن أوكي تعالى نتمرن اللعيبة للعبة طبعا أنا بالنسبة لأنا بره أوكي لكن اللي جواه مش أوكي خالص تعالى طبعا ده حاجة لقطة عظيمة طبعا يعني من لعبي النادي الأهلي اللي بيستقبلوا زملائهم يعني وتعرف ان الكل واحد وممر الشرفي وروح جميلة قوي من كولر أنا بتعجبني برغم انه هو شخصية بتنيل لفكرة الوجه البشوش ولكن جد جدا فالمدير ده تعرف كده حتى في الشركات الفارس مدير ناجح قادر انه هو يحافظ على الانضباط وفي نفس الوقت وجهه بشوش أنا بميل للشخصيات دي جدا وطبعا يعني مجهود كبير طبعا من الجهاز الفني بالكامل واللعبين وكان مشهد يعني فرحة كويسة وفرحة حلوة لكن أكيد التدريبات هي اللي كانت صعبة على بعض اللعبين اللي جايين من المطارة على الملعب لكن الفرحة بتنسى يا فارس وبتخليك ان انت تنسى اي تعب واي جهة ده بالعكس ده هما هيكونوا فرحانين جدا بدا لان افضل حاجة يا اسامة في الحياة عموما مش في الرياضة بس اننا لما اعمل حاجة انت شفت لقتة ميشيل يانكن قبل نهاية المبراءة بحوالي ثلاث داق وهو يعني عمال ميشيل يانكن ده ابن التالت ده حقيقي ده حقيقي يعني وعلى فكرة يا جماعة ليس الدعاء والشخص المدعي بيبان بيبان جدا والشخص اللي بيدور على الكاميرا بيبان الراجل هو دي سلوك الفطر زي ما انت قلتها فعلي معلومش هي سلوك فطري منك انت مش بتعمل ده عشان حاجة وعشان كده بقولك تعب اللاعبين يحسوا انهم عايزين يتعبوا اكتر لما يلاقي ده بينعكس في الملعب وبينعكس بالفرحة بصوا شوش اللعيبة وإحساس اللعيبة اللاعب اللي حاسس انه هو بطل وما ينفعش تغيب عنه البطولة ولكن نرجع بقى الكل لا ونقطة مهمة جدا يا فارس احنا ما بنعرفش نحتفل بالبطولات لا احنا لازم نحتفل بالبطولات بدأنا نعمل ده اه اه لازم ولازم نحس اللعيبة